نظمت كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومجموعة من الهيئات المهنية عن قطاع النقل المدرسي يوماً دراسياً حول سلامة النقل المدرسي ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار تدعم استراتيجة التربوية المندمجة لهادفة إلى ضمان سلامة أفضل في الوسط المدرسي وحث جميع المتدخلين في المنظومات التربوية على تكثيف الجهود من أجل توفير الشروط الملائمة لضمان سلامة تنقل الأطفال هذا اللقاء التواصلي أو هذا اليوم الدراسي يعني يجب إطار تفعيل التفاقية المبرمة بين وزارة الجهز والنقل ووزارة التربية الوطنية يوم 14 فبراير الأخير من هذه السنة ومن طبيعة الحال الهدف دياله هو الرفع من مستوى السلامة الطرقية داخل المحيط المدرسي أو داخل المؤسسة التعليمية واليوم الدراسي اليوم يتناول واحد المحور الذي هو مهم اللي كيتعلق بتأمين السلامة ديال النقل المدرسي من طبيعة الحال الهدف دياله هو أنه في الجنة الوطنية وقامل حاولي السير سوف نعطي انطلاقة لقافلة تواصلية مهمة لكيتهدف التوعي والتحسيز ديال السائقين المهنيين العاملين في مجال النقل المدرسي ولكن كذلك تقديم كل المحاور المتعلقة بسلامة ديال العربات وكيف يدي الجهز ديالها واشنو هي الشروط ديال السلامة الواجب توفرها في هاد العربات ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى توعية مسيري المؤسسات التعليمية بأهمية توفير شروط وتجهيزات السلامة في وسائل النقل المدرسي وحث التربويين بالمؤسسات التعليمية على اتخاذ مختلف التدابير التقنية والبداوجية اللازمة من أجل ضمان شروط السلامة للأطفال تنظيم هذا اللقاء في إطار التحسيس بالأهمية في الاحترام قانون السير ولسيما أن القطاع ديال التعليم الخاص في المغرب الآن عنده واحد لحضيرت سيارات التي تنهي ستلف في سيارة أو ما يزيد وفي المدن الكبرى بالأخص تربضاء الرباط هذا العدد يكون عدد كبير تربض بوحدة تقريبا فيها تقريبا 2600 حتى 2700 سيارة ولما نستحضروا المخاطر ديال الطريق لسيما أن هذه السيارات تتحرك ربعات المرات في النهار باشتخذ الأطفال ذهبا وإيابا المنازل ديالهم كذلك نستحضروا الأهمية ديال التحسيس ديال السواق ديال هذه السيارات هذه باحترام قانون السير والسهر على صحة وسلامة الأطفال اللي كيكونوا معهم بها السيارة تظهر لي واحد الالتفاة طيبة لأن أي إصلاح في نظري يبتدئ من التعليم يبتدئ من الطفل يبتدئ من الابتداء يبتدئ من إعداد من التناوي وبهالطريقة هذه إلى شاركتنا هذه اللجنة الجمعية ديال التعليم الخصوصي ممكن على الأقل نوصلوا هاد الأطفال ديالنا إلى البتعاد عن هاد الجرائم ديال الحوادث التي تتقع في بلادنا ولهذا نحن مسرورين بهذا النهار ونوقع إن شاء الله مع اللجنة واحد الشراكة لغاية نحاول إن شاء الله نسير بها الأمام وتميز هذا اليوم الدراسي بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة وتعاون بين كل من اللجنة الوطنية للوقاية محاولة في السير والهيئة المهنية العاملة في مجال التعليم الخصوصي وذلك من أجل إعطاء الانطلاق لقافلة التوعية والتحسيس لفائدة السائقين المهنيين العاملين في مجال النقل المدرسي والتي ستجوب كل مناطق المملكة